الجزائر لا تقبل الابتزاز وقراراتها سيادية لا رجعة فيها وما أكده مصدر بالحكومة للبلاد بعد رفض الجزائر إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين السيريين في ردها على طلب رسمي من الاتحاد الأوروبي قرار غير قابل للنقاش حسب مصدر البلاد مهما خلف من ردود فعل في الضفة الشمالية للمتوسط وهو ما أكد عليه مراراً الوزير الأول أحمد أويحيا ثبت الجزائر على موقفها الرفض لأن تكون حاجزاً تضعه الدول الغربية تحت تصرفها مهمته الحد من الهجرة السرية دفع بالاتحاد الأوروبي يائساً للتحرش بها بتبني سياسة المساومة في شكلة التذيق على منح التأشيرات خطوة ستكون نتائجها عكسية حسب مصدر البلاد الذي أكد أن التذيق على منح التأشيرات الأوروبية أثبتت النتائج آثاره السلبي على تلك البلدان قوارب النازحين نحو الشمال تشكل اليوم كابوساً للقارة العجوز التي صنفته ضمن المخاطر الكبرى التي تهددها إلى جنب الإرهاب والجريمة المنظمة وتسعى لاعتماد كل الوسائل للحد منها مهما كلف الأمر بينما ترافع الجزائر لوضع مقاربة متوازنة تقوم على دراسة عميقة لأسباب الظاهرة عوض اعتماد سياسة لي الذراع التي لن تفلح مع الجزائر ملف كان وسيظل عائقاً يحول دون تحسن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين بلدان الضفتين في ظل اتساع هوة الرؤى وتقاض في الأسباب فالجنوب يلسقها في تعمد إفقار بلدان القارة الصمراء بينما يعلقها الشمال على مشجب فساد الأنظمة في البلدان النامية